موسيقى على مدار عشرين يوما تنفست أزيد من 1400 قائمة حزبية وحرة على إقناع المواطنين بما تحمله من مقترحات للحث على المشاركة في تشريعيات الثاني عشر جوان أول انتخابات تشريعية في عهدة الرئيس عبد المجيد تبون جاءت في ظروف استثنائية على المستوى السياسي والصحي لما فرضته تداعيات كوفيد تسعة عشر بروتوكول صحي خاص ألزم كل المشاركين على احترامه حدثنا هيكل طبي خاص بالتكفل باحترام البروتوكول صحي والله وصلوا لنا قالوا حتى هذا الفكر ليوروبا فرواء ما نقبلوه مش ساعات قليلة على انتهاء الحملة مهد لها قانون الانتخابات 2021 الذي ركز على اقحام الشباب في العمل السياسي أكثر من ثلاثة عشر ألف مترشح دون أربعين سنة منهم خمسة آلاف وسبعمائة وثلاث وأربعون امرأة وأربع وسبعون بالمئة من إجمالي المترشحين ذو مستوى جامعي ثلاثمية وعشر طائمة بها المياه بالمياه جميعي ما ميز التشريعيات إسقاط نظام القوائم المغلقة وإبعاد المال الفاسد بكل أشكاله من خلال مساعدات مالية للشباب أقل من أربعين سنة تجاوزت أربعمائة وأربعة وستين مليون دينار جزائري الشباب اللي استفادوا يعني قدموا طالبوا استفادوا من دعم الدولة عندنا ألف وخمسمية وثمانية وربعين ويتوزعوا على ميتين وسبعة وربعين قائمة بالطبع قائمة مستقلة نشاطات مكثفة للمترشحين تجمعات حملات جوارية استغلال الفضاء الإلكتروني تعددت وسائل الترويج للحملة لكن الهدف واحد والشعارات تصب في مجملها على تحقيق التغيير أما عن اللافتات الانتخابية فقد استغلها البعض وآخرون لم يحترموا المساحات المخصصة ولا الترتيب فيما عزف البعض الآخر عن استغلالها تنقضي الحملة الانتخابية وتبقى ورقة عبور المترشحين للوصول إلى قبة زيغود يوسف هي أصوات الهيئة الناخبة يوم الثاني عشر رجوان والمنشود نواب يخدمون مصلحة منتخبيهم ووطنهم